الحمد لله خلق الذكر والأنثى وفاوت بينهما فليس الذكر كالأنثى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الأسماء الحسنى وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاطبه ربه بقوله ولسوف يعطيك ربك فترضى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وتمسك بسنته وعمل بوصيته وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى وعلموا أن الله سبحانه وتعالى حمّلكم مسؤولية النساء بالقوامة عليهن قال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم النبي صلى الله عليه وسلم حمّلكم مسؤولية النساء فقال في خطبة الوداع في حجة الوداع واستوصوا بالنساء خيرًا وحذّر من فتنتهن بقوله صلى الله عليه وسلم أتقوا النساء فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء وقال عليه الصلاة والسلام ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء وذلك لأن النساء ناقصات ناقصات عقل ودين كما في الحديث الصحيح فلابد من القوامة عليهن لا بد من القوامة عليهن بالرعاية في دينهن وأخلاقهن وسمتهن قبل القوامة عليهن بالإنفاق والكسوة وغير ذلك من زوجات وبنات وأخوات ومحارم أنتم مسؤولون عنهن وهن متوعدات بأشد الوعيد إذا لم يحافظن على أنوثتهن وأخلاقهن وكرامتهن قال تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية قال سبحانه وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين النساء النساء مسؤولية عظيمة على الرجال فإذا تركت المرأة لنفسها فإنها تحيد عن الطريق الصحيح وتغريها المغريات ودعاة الظلال والقدوة السيئة ودعاة التغريب فيحرفونها عن مسارها الذي جعلها الله عليه أتقوا الله في نسائكم وحافظوا عليهن أيها الإخوة إنه مما ينداله الجبين وتتفطر له الأكباد ضياع كثير من النساء في هذه الأيام يعملن ما يشأن وما يردن من الأخلاق الذميمة والصفات الوخيمة لا يستحين ولا يخفن من الله سبحانه وتعالى وليس لهن رجال يقومون عليهن بل هن مهملات ضائعات إلا من رحم الله أيتها المرأة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أكثر أهل النار من النساء لماذا؟ لأنهن يكفرن النعمة ويكفرن العشيل فهن أكثر وأهل النار قال صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما بعد رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الرجال يضربون بها الناس وهؤلاء هم الولاة الظلمة والشرط الظلمة الذين يضربون الناس بغير حق هذا الصنف الأول الصنف الثاني نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا في بعض الروايات من مسيرة خمسمائة عام لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وهذا وعيد شديد هذا وعيد شديد على النساء وعلى أوليائهن الذين حملهم الله مسؤوليتهن كاسيات عاريات بمعنى أنهن يسترن بعض أجسامهن ويكشفن البقية ومواضع الفتنة وهذا ما يقع الآن بين أظهركم في بيوت الأعراس وفي الاستراحات وفي تجمعات النساء يأتينا كاسيات عاريات عليهن بعض القطع القماشية وبقية الأجسام عارية تكشف تكشف ظهرها ونحرها وعضديها وذراعيها وساقيها تاتي والنساء ينظرن إليهن ولهذا ولهذا قال كاسيات عاريات عليهن بعض اللباس الذي يكون على بعض أجسامهن ومواضع الفتنة من الأجسام مكشوفة والعياذ بالله هذا في الحفلات وكثر وتنوع في الحفلات ولا رقيب ولا حسيب كاسيات عاريات مائلات عن الحق مائلات عن الحق وقيل مائلات في مشيتهن يتبخترن ويتمايلن للفتنة مميلات لغيرهن ممن يراهن قدوة سيئة لغيرهن يتحملن آثامهن وآثام غيرهن مائلات مميلات إذا تجمعنا في هذا المحفل اقتدى بهن غيرهن ممن ينظر إليهن من النساء والبنات فأملن غيرهن عن الحق وعن الستر وعن الحشمة رؤوسهن كأسنمة البخت بمعنى أنهن يضخمن رؤوسهن باللفائف يضخمن رؤوسهن باللفائف حتى تكون كأن لها رأسين رأس خلقي ورأس مصطنع بما تلفلفه عليه من الأمور الشنيعة فأنت فأنت إذا نظرت إلى المرأة في أي مكان تمشي وجدت رأسها ضخما مضخما صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤوسهن كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة هذا وعيد شديد نسأل الله العافية فعلى المرأة وعلى وليها التوبة إلى الله سبحانه وتعالى قبل الممات وقبل الفوات ولا تتساهل في أمور النساء القيم عليها زوجها القيم عليها أبوها القيم عليها ابنها القيم عليها أخوها القيم عليها قرابتها من الرجال يضبطون المرأة وإلا إذا تركت المرأة وهواها ضاعت المرأة ناقصة عقل ودين لا عقل لها ولا دين لها فهي بحاجة إلى من يقوم عليها مثل السفيه مثل المعتوه الذي لو ترك لأهلك نفسه وضيع ماله وضيع دينه فاتقوا الله عباد الله في نسائكم في بناتكم في زوجاتكم في نساء المسلمين أعلموا أن الله سبحانه وتعالى ذكر ذكر أن من الرجال مؤمنون ومنافقون ومشركون وذكر أن من النساء مؤمنات ومشركات ومنافقات قال تعالى قال تعالى المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعاد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم إلى أن قال سبحانه وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوض العظيم اتقوا الله عباد الله وانظروا أنتم وهن من أي الفريقين اتقوا الله في أمهسكم القرآن يتلى عليكم ليلاً ونهاراً والسنة تسمعونها ليلاً ونهاراً فيكم وفي نسائكم فأين العمل بالكتاب والسنة هل كلٌّ مضيّع يعمل ما يشاء كلٌّ مهمل لا حول ولا قوة إلا بالله كالبهائم بل هم ظلوا سبيل أتقوا الله عباد الله قو أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون خذوا على أيدي نسائكم انتبهوا لنسائكم خصوصاً عند الحفلات والتجمعات النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنع إماء الله مساجد الله وبيوتهن خيرٌ لهن وليخرجن تفيلات يعني غير متزينات ولا متطيبات ولا متبرجات قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدثه النساء لمنعهن من المساجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها اتقوا الله عباد الله لما علم الأعداء وعلمت النساء الفاسقات والمنافقات أن هذه البلاد ملتزمة بالعباءة والعباءة سترٌ فوق الثياب سترٌ فوق الثياب مثل الجلباب يدنين من جلابي بهن الجلباب هو الجلال الكبير الذي يغطي المرأة من رأسها إلى قدميها يضفي على ثيابها فوق الثياب سترٌ فوق ستر العباءة مثله لما علموا أن المرأة في هذه البلاد لا تتركوا العباءة غيروا العباءة وجعلوها لباس فتنة طرَّزوها وزيَّنوها وخصَّروها ورقَّقوها حتى أصبحت حتى أصبحت لو تسلم منها المرأة لكان خيرًا لها فاتقوا الله عباد الله أنتم تنظرون إلى نسائكم وبناتكم وتسمعون ما يحدث في الحفلات من النساء ولا أحد ينكر ولا أحد يغار ولا أحد يمنع نساءه من الذهاب إلى هذه المواطن الموبوءة اتقوا الله في نسائكم تنبَّهُ لهم لا تُهمِلُوهًا يخرُجن من أول الليل إلى آخره في سهر وفي ضحِك ومرح وفي أمورٍ الله أعلم بها لا يدري عنها وليُّها وربما تذهب مع سائقٍ غير محرمٍ لها وتأتي معه وزوجُها أو وليُّها على فراشه لا يدري أين ذهبت ولا متى ولا متى تأتي لا يدري عنها لو كان عنده لو كان عنده أغنام وبهايم هل يتركها تخرج وتسرح بالليل ولا يدري أين تذهب لا والله فكيف يترك بناته وأخواته وزوجته وقريباته يتركهن يخرجن في الليل البهيم لا يدري أين يذهبن ولا مع من يذهبن ولا مع من يجلسن فاتقوا الله عباد الله قبل أن يحل بكم من غضب الله ما لا تطيقون والعقوبات عن يمينكم وشمالكم والآن تعُجُّ في البلاد من قتلٍ وتشريدٍ وتخريبٍ وفياضانات وانهيارات وخسفٍ ومسخ فاتقوا الله قبل أن يعمَّكم بعقابٍ من عنده ثم تدعونه فلا يستجيب لكم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وبارك لي ولكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله وأتوب إليه فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على فضله وإحسانه وأشكره على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلَّم تسليمًا كثيرًا أما بعد وأيُّها الناس اتَّقوا الله تعالى في أنفسكم وفي أهلكم وأولادكم وأعلموا أن دعاة التغريب دعاة التغريب من الخارج والداخل يريدون أن يُخرِجوا المرأة على شرائع الإسلام وأن يُلبِسوها لباس الغرب وأن يخلَعوا عنها كلَّ حياءٍ وحشمة وأن تُصبح مثل المرأة الكافرة يريدون هذا ولذلك تكلموا في الحجاب تكلموا في الاختلاط تكلموا في سفر المرأة التي قيَّدها الشارع وحدَّدها يريدون أن يُطلِقوا المرأة يريدون أن يُطلِقوا المرأة من كل حُكمٍ شرعيٍ يصونُها ويحميها ويحفظها وأن تكون مثل المرأة الغربية مثل المرأة الكافرة لا أخلاق ولا دين ولا حيا ولا عفَّة كالبهيمة فلا حول ولا قوَّة إلا بالله أين قوامتكم على نسائكم ألم يقل الله جل وعلا لكم الرجال قوَّامون على النساء أين قوامتكم على النساء لماذا تتركونهن للذئاب الجائعة المفترسة هل تثقون بهن؟ هل تأمنون عليهن؟ ألا تتقون الله أيها المسلمون أنتم في زمان الفتن في زمان الشرور وما لم يُفعل في الحفلات والتجمُّعات يظهر في الشاشات والفضائيات والنساء تنظر إليه وتقتبس منه في بيوتكم تُعرَض هذه في بيوتكم ألا تتقون الله سبحانه وتعالى ألا تحافظون على نسائكم وأولادكم وتؤدون الأمانة التي حمَّلكم الله إياها وسيسألكم عنها يوم القيامة أتقوا الله عباد الله أعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله محمدٍ صلى الله عليه وسلم شرَّ الأمور مُحدثاتُها وكل بدعةٍ ظلالة وعليكم بالجماعة فإن يدى الله على الجماعة ومن شذَّ شذَّ في النَّار إن الله وملائكته يصلُّون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلُّوا عليه وسلِّموا تسليما اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وارضَ اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكرٍ وعمر وعُثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذِلَّ الشرك والمُشركين ودمِّر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمناً مُطمئناً وسائر بلاد المسلمين عامةً يا رب العالمين اللهم أنصر دينك وكتابك وسنَّة نبيك اللهم أنصر من نصر الدين واخذُل وأهلك من خذل الدين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلِح ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم ولِّ علينا خيارنا وكفنا شرَّ شرارنا ولا تسلِّط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا وقنا شرَّ الفتن ما ظهر منها وما بطن ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعاد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها قد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون أذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون